ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الغرب بعرقلة اقتراح بشان استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل التنظيمات الإرهابية في سوريا فلاديمير سافرونكوف، النائب وممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة صرح أن بلاده تقدمت مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار حول مكافحة حصول الإرهابيين في سوريا والعراق على أسلحة كيميائية مشيراً إلى أن الوفد الصيني شارك في أعداد مشروع القرار سافرونكوف ذكر أن مشروع القرار المقترح يأخذ بعين الاعتبار نتائج آلية تحقيق مشترك في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا والتي مددها مجلس الأمن في نهاية العام الماضي وأكد أننا بحاجة للانتقال إلى العمل الجاد المبني على حقائق مهنية وإثباتات المتخصصين الذين لا يجادلون بأن الإرهاب الكيميائي في منطقة الشرق الأوسط هو خطر حقيقي قائم وخلال جلسة مغلقة حول معركة الموصل عبر مجلس الأمن الدولي بالإجماع عن قلقه من التقارير الأخيرة حول استخدام تنظيم داعش الإرهابية السلاح الكيميائي في الموصل بينما ادعى السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفيت أن هناك اختلافات عدة بين الوضعين في كل من سوريا والعراق الحرب على الإرهاب هو شعار ترفعه الدول الغربية إلا أن المواقف التي يتبنها لا تشير إلى محاربته الإرهاب بشكل جدي بل تحكس المعايير المزدوجة التي يتخذها في محاربته له في سوريا والعراق فالدول الغربية تدعي محاربة التنظيمات الإرهابية في العراق وغارات التحالف تقتل المدنيين هناك وتدعم تلك التنظيمات كداعش ومثيلاتها الإرهابية في سوريا ترجمة نانسي قنقر